السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة او غير نسولك طالله يسترق ليك ايه نسولك الى الرسول وش من البلاد منها هي الرسول جامعين ماشي اهو ايه والله يحبونهم برشموك الحار بيهم اللهم امينة بنتي حليمة شكرا لك حليمة المرضية الله يرحمي الولدين يو السالم الرحمات والله طول عمر الوليدة ياربي طول عمرها وتبارك ليه في صحتها وعافيتها انتي مرضي وما تخبيشا للا حليمة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله للا حليمة جوابت عن سؤالك المنطقة اللي فيها النبي وبقية الانبياء هو الانبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام وجدوا في المنطقة العربية ما في نبي كان خارج المنطقة العربية كل الانبياء في المنطقة العربية نزلوا ابونا ادم ابتداء نزل من السماء الى الارض ولما نزل قيل بانه في الاول نزل في منطقة في جنوب اسيا بالضبط كيقول العلماء في سيرلانكا وامنا حواء نزلت في جدة يقال مدينة جدة ثم امر الله ان يلتقوا جميعا عند الكعبة المشرفة وقد بنتها الملائكة وبقية الانبياء كلهم والاحداث الدينية كلها رحاها دارت في البلاد العربية يعني بين مكة والمدينة وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان والشام عموما هنا دارت للاحداث كل هذه الانبياء سيدنا ابراهيم الخليل اين كان كان في بابل بابل وبابل كان فيها انبياء سابقين الناس كانوا عندهم لغة واحدة او الانبياء والبشر كتادم لغة واحدة فقط لغة واحدة كتكلموا بها كل الشعوب فقد يوقع واحد الواقعة غريبة ان بعضهم غاد يقولوا واحد المالك منهم غادوا بنيوا واحد البرج عالي ونتحدى الاله فلما بدوا ذلك البرج ربي غاد يغضب عليهم وغاد يعاقبهم بماذا غاد يبلبل يبلبل السنتهم فيصير كل ينطق بلغة وذا تختلف اللغة احتولت الارامية والعبرانية والعربية والعربية في العربة والمستعربة عاجت اللغة الانجلوسكسونية واللغة الهندو اوروبية وجدت عدة لغات وعجام وعرب وصار الناس فيما بعد لغات متعددة وربي يقول لك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فلاحظنا الانبياء كلهم في هذه المنطقة سيدنا ابراهيم الخليل ابو الانبياء سيدنا ابراهيم الخليل غادي يكون في 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 العراق وغادي يكون ما عنده نسل مئة عام ما كيولدش وزوجتو عنده 97 عام عاد ربنا غادي يقول لي يا ابراهيم سوف اكثر نسلك قال لي انظر الى السماء سيدنا ابراهيم كيشوف في السماء كيباله النجوم يقول لي شا اجعل نسلك اكثر من عدد النجوم فتعجب ابراهيم قال يا رب انا كبرت عندي مئة سنة ومرتي 97 عام وكتقول لي يا نسلك غادي يكون اكثر من عدد النجوم قال لي لا تستغرب يا ابراهيم انظر الى الارض كيشوف في السماء مشا في الارض قال لي ان عدد نسلك غادي يكون اكثر من حبات الرمل في الارض لم يصدق إبراهيم ولكن ربنا ينطق بالحق فعلا ربي قد يعطي إبراهيم الخليل إسماعيل وبعد إسماعيل سيعطيه إسحاق فصار ولدت له إسحاق وهاجر ولدت له إسماعيل ومن إسماعيل جاء النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن إسحاق جاء أنبياء بني إسرائيل جاء منهم يعقوب ويوسف وموسى وهارون وعيسى وغيرهم كلهم جاءوا من نسل إسحاق فالعالم كله الآن رأى مبني على المسلمين واليهود والنصارى وقل من اللاديميين فهكذا كان البشر كلهم كانوا في هذه المنطقة في القرآن الكريم يقول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هنا يحدد ربنا عز وجل جغرافية عالم الأديان عالم الأديان كلها مبسوطة في هذه الآية والتين والزيتون التين قيل بأنه في العراق كان هناك شجر التين والزيتون في فلسطين فلسطين كان فيها سيدنا عيسى بن مريم المسيحيين والتين والزيتون وطور سينين جبل طور في صحراء سيناء بمصر كان فيها اليهود أتباع سيدنا موسى عليه السلام من بني إسرائيل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يعني مكة مكة هذا البلد الأمين في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام فهنا كانت جغرافية الأديان جميعها في البلاد العربية أما في أمريكا فهذا بقى حديثة أمريكا مع كريستوف كولومبوس سوف يتم اكتشاف العالم الجديد أما أوروبا فكانت فيها الروم وكانت فيها العبادة للنجوم وآلهة الشمس وغيرها كواكب والأسيا كانت فيها كانت فيها الفرس عبدة النار والمجوس وغيرهم أما الأديان الحق كانت في العالم العربي ثم انتشرت فيما بعد في العالم بأجمع فنسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين العملية ديالك خصك تبعين خطأ طيب وارد كلنا يخطأ من الذي لا يخطأ ولا يسهى ولا ينام سبحانه وتعالى إلا الله والبشر كلهم يخطأ لكن الأطيب الحمد لله وقع خطأ يتدارقه ويحلس على إصلاحه والله تعالى يكمل الرجاء لجميع فحليما بنتي حاول ترجعين طبيب وخبعد عليك من صويرة المراكش للدار البضاء رجع عن طبيب أو شوفي طبيب قريب منك تمام يقدر يقدم لك يد المساعدة إذا تهدر عليك الأمر أشهد ديالي يا بنتي حليما خذي واحد الإناء ديال الماء وقري في صورة الفاتحة سبعة مرات ثم اغسلي به عينيك كل ليلة خذي إناء ديال الماء اقرأ في صورة الفاتحة واغسلي به عينيك وسوف ترين العجب العجب هذا كلام كنقول لك الأحبة الكرام يا ما رأينا فيه كرامات وحد سيدة عندها كورة كورة في الوالدة والطبيبة قتلها خطير جدا أن هذه الكورة أنها غدزول إلا بعمل جراحية معقدة والسيدة كان سبق لها ولدات سيزاغيان وقد شعر بواحد المضاعفات خطيرة وسبح الله عظيم سمعت في الراديو بأن من طرق العلاج تستعمل إناء ديال الماء سبعة المرات الفاتحة وتشرب أولى على ربي يسخر في ذلك الشهر وهي كنتنتظر الفحوصات وكنتنتظر الموعد للعملية مشات عند الطبيبة فقتلها بأن الكورة دابت دابت نهائيا ما بقاتش بفضل الله وجود الله حتى إن الطبيبة مشت للجامعة وقدر محاضرة علمية حول هذا الظاهرة غريبة كيف أنها اختفت بقدرة الله ما في غربة وغيرت الأسبوع وحد سيدة كان فيها سرطان ست شهر وهي كالتعالج ست شهر وهي حاملة فق كرسي متحرك والشعر طحلها والحجبان تنتفوه والوجهة ديالها كله والزرق وكتسنغر حتى ما تتقسم تاريكة كتقول لعائلتها هي أخوتها والحبابها هالتاريكة ديالي لكن من اللي سمعت في الراديو هذا العلاج بسيط أنها تستعمل إناء ديال الماء وتقرأ في الفاتحة تقرأ بصوتها هي بصوتها هي بخشوع ويقين سبعت المرض وتشرب ذلك الماء والله العظيم هذه الجمعة إلى جات يو الأخ ديالك يقول لك قال لي هالطبيب اختفى المرض الكابيت ديالك كان مقيوس بسرطان اختفى نهائيا ما بقت له ولو أتر خدشة واحدة رحمة الله واسعة وفضله كثير بريتك بنتي حليمة طريقة سهلة قبل المتنعسي نقرأ في الفاتحة بصوت خاشع تسمى الشافية والعافية والكافية تسمى السبع المتاني والقرآن العظيم ونغسل بها المكان اللي كدرني بهذه النية وخلي مولاني تصرف وهتلقي العجائب دي القدرة الله وتشي كثير يا ما رأينا أمراض خطيرة وأمراض صعبة وزالت وشوفية منها المرضى بفضل الله وجود الله وكرم الله والله يكملك الرجاء العملية ديالك خصك تبعي الخطأ طيب يوارد كلنا يخطئ ما الذي لا يخطئ ولا يسهى ولا ينام سبحانه وتعالى إلا الله والبشر كلهم يخطئ لكن الأطيب الحمد لله وقع خطأ يتدارقه ويحرص على إصلاحه والله تعالى يكمل الرجاء لجميع فحليمة بنتي حاولت رجع عن الطبيب وخبعد عليك من صويرة المراكش للدار البيضاء رجع عن طبيب أو شوفيه طبيب قريب منك يقدر يقدم لك يد المساعدة إذا تهدر عليك الأمر أشغل ديالي يا بنتي حليمة خذي واحد الإناء دير الماء وقرأي في سورة الفاتحة سبع مرات ثم اغسلي به عينيك كل ليلة قلت المتنعسي خذي الإناء دير الماء اقرأي في سورة الفاتحة واغسلي به عينيك وسوف ترين العجب العجب هذا كلام كنقول لك الأحبة الكرام يا ما رأينا فيه كرامات واحد سيدة عندها كرة كرة في الوالدة والطبيبة قتلها خطير جدا أن هذه الكرة أنها غدزول إلا بعمل جراحية معقدة والسيدة كان سبق لها ولدات سيزاغيان وقد شعر بواحد المضاعفات خطيرة وسبح الله عظيم سمعت في الراديو بأن من طرق العلاج تستعمل إناء دير الماء سبعات المرات الفاتحة وتشرب ولا على ربي يسخر في ذلك الشهر وهي كنتنتظر الفحوصات وكنتنتظر الموعد للعملية مشتها عند الطبيبة فقاتلها بأن الكرة دابت دابت نهائيا ما بقاتش بفضل الله وجود الله حتى أن الطبيبة مشت للجامعة وغدر محاضرة علمية حول هذا الظاهرة غريبة كيف أنها اختفت بقدرة إلا ما في غربة وغيرت الأسبوع وحد سيدة كان فيها سرطان ست شهر وهي كالتعالج ست شهر وهي حامل في كرسي وتحرك والشعر طحلها والحجبان تنتفو والوجهة ديها كله والزرق وكتسنغر حتى ما بلتتقسم تاريكة كتقول لعائلتها هي أخوتها والحبابها هالتاريكة ديالي لكن من اللي سمعت في الراديو هذا العلاج بسيط أنها تستعمل إناء دي الماء وتقرأ في الفاتحة تقرأ بصوتها هي بصوتها هي بخشوع ويقين سبعات المرة تشرب ذلك الماء والله العظيم هذا الجمعة إلى جاءت يوم الأخ ديالاك يقول لك قال لها الطبيب اختفى المرض الكابيت ديالك كان مقيوس بسرطان اختفى نهائيا ما بقت له ولو أتر خدشة واحدة رحمة الله واسعة وفضله كثير بريتك بنتي حليمة طريقة سهلة قم المتنعسي خذي إناء ديالكاس ديالما قرأة الماء نقرأ في الفاتحة بصوت خاشع تسمى الشافية والعافية والكافية تسمى السبع المتاني والقرآن العظيم ونغسل بها المكان لكي درني بهذه النية وخلي مولاني تصرف وغتلقي العجائب للقدرة الله واتشي كثير يا مرأينا أمراض خطيرة وأمراض صعبة وزالت وشوفي منها المرضى بفضل الله وجود الله وكرم الله الله يكمل لك الرجاء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله